اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تعتبر ثمرة من ثمار الرعاية والدعم الذي يحظى بهما القطاع الرياضي والرياضيين من لدني سيد الوالد عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمامي ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والجهود المتميزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والذين عكس بشكل واضح على الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتابع سموه سعداء كثيرا بالنتيجة غير المسبوقة التي حققها المنتخب في باكورة مشاركاته في هذا العام والتي تؤكد أنه يسير وفق الرؤية التي رسمناها لهذه الرياضة والتي استطاعت أن تشق طريقها بنجاح في وقت قياسي وأن تتفوق على كثير من الدول التي سبقتنا في هذه الرياضة وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للأعاب القتالية بهذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها الرياضات القتالية البحرينية كما هنأ سموه رئيس أعضاء ومنتسبي الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بهذه النتيجة المشارفة مشيدا سموه بالجهود التي بذلها الاتحاد في تهيئة الأجواء المثالية للمنتخب للاستعداد المثالي لهذه المشاركة وتحقيق هذا الإنجاز من جهته قال سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للأعاب القتالية فخورونا بما حققه منتخب البحرين لفنون القتال المختلطة في عالمية الهواء والذي يأتي تأكيدا على ما تحظى به الرياضة من دعم من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مضيفا أن المجلس البحريني للألعاب القتالية قد بذل جهودا واضحة في تنفيذ أهداف ورؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للارتقاء بمستوى الألعاب القتالية ومواصلة الجهود في دعمها من أجل الاستمرار في الظهور بمستويات مشارفة وإحراز مزيد من النجاحات مهني أن سموها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وأفراد المنتخب بهذه النتيجة المشارفة وتطلع سموه لتحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات القادمة